ضبطت وزارة التجارة عمالة مخالفة تدير شركة مأكلات بحرية في الرياض لتورطها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وتزوير صلاحية 264 طن من المأكلات البحرية المستوردة وتغليفها داخل عبوات بتواريخ جديدة إضافة إلى الدعاء إنتاجها محليا بهدف تسويقها على المستهلكين وأحالت التجارة العمالة المخالفة للنيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم